اشتركوا في القناة بأستاذ كمال نواري المختص في شان التربوي أستاذ نواري مساء الخير أهلا وسهلا بك مساء الخير أخي محمد وتحية لك ولضيفك أخي سعدي ولمتابعي القناة شكرا لك الأستاذ حميد سعدي رئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ مساء الخير سي سعدي أهلا وسهلا بك مساء النور شكرا على الاستضافة ومرحبا بأخي نواري البداية بك سي حميد سعدي بصفتكم رئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ كشريك اجتماعي عندما نتحدث عن هذا الملف الحكومة ناقش هذا المشروع الذي يحدد منح شروط الاعتماد لمؤسسات التربية الخاصة ما مدى أهمية مناقشة الحكومة لهذا الملف للهام لأنه ابناءكم التلاميذ يدرسون في المؤسسات التعليمية العمومية وكذلك في المؤسسات التعليمية الخاصة ما مدى أهمية أن الحكومة تضع تحت المجهر هذه المؤسسات التعليمية التربوية الخاصة كسؤال أول بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأهمية هذه النقديجة أهمية كبيرة بما أنه وزارة التربية رئيس الحكومة خاصة فتحت هذا الملف لأهميته أنه ابناءنا يقرأ في المدارس العمومية لكي متابعها بيداروجيا وحتى المجال الإداري يتابع من مفتشين وإداريين ويبقى المدارس الخاصة مدارس خاصة التي هي تابعة للمنظومة التربوية الجزائرية لابد أن تكون متابعة من وزارة التربية من الجانب البيداروجي باش نعرفوش كيف المستوى المؤسسات التربوية خطر كنقولوا خاصة سمشي خاصة دلوش تحب خاصة تكون تابعة وتطبق أساس ما هو فقط يبقى على ما سمعنا ذا وصلاة المغرب مشاهدينا نستمع لصوتي الحق ثم نعود تحية مسائية مجددة لكم مشاهدينا عودة لإستكمال برنامج تساولات إذن قبل فصل الأذن كنت نتحدث مع سيد حميد سعدي رئيس للتحاد الوطني أولياء التلميذ حول المدارس الخاصة والحكومة التي درست مشروع يحدد شروط منح الاعتماد للمؤسسة تربية الخاصة وبعد سنوات سمعنا العديد من أولياء التلميذ الذين كانوا يتحدثوا عن بعض الخروقات ربما في بعض المدارس الخاصة لذلك وجب التدخل للتقنين والمراقبة رقبة السير وعمل هذه المدارس الخاصة هي الجو بتاعكم بدأوا بدأوا كيف أسيست هذه المدارس كيف بدأت هي بدأت المدارس الخاصة بدأت استجابة لكان طالب كان طبقة كان طبقة كانت طبقة داروا مفتحوا مدارس خاصة بدأوا يقرؤوا أبناء أو متنميل بدأت لرصبها الطريقة أو كان أولياء يخدموا الأب و الأم يخدموا بانت المدارس خاصة أنها تشد تلميذ داوم كامل اسمه من الصباح تلمساء ثم بدأت هذه الطريقة وبدأت تمشي الأمور في هذا الجانب مع الوقت بدأت طالب يزداد ومدارس خاصة بدأت تفتح أكثر لذلك ومع ذلك كان لزاما أن دفتر الشروط يحين دفتر الشروط يحين وكل مدارس تلتزم بهذا دفتر الشروط لذلك نحن في سؤالتك أنه بدأوا كاين في كل عام كاين نقص وكاين تجاوزات بدأوا كي الوزارة الجهة الشاكاوي وإحنا كأولية تناميذ يجونا الشاكاوي ونبلغوا الوزارة الوزارة شافت بعضنا هذا في هذا الجانب اختلالات اختلالات في هذا الجانب الوزارة كان لزاما على الوزارة أنها تحين دفتر الشروط جديد جديد اللي رغم هن إن شاء الله في الأيام القادمة ينشر ما ننساوش باللي كاين كاين عدد كبير من مؤسسات الخاصة اللي فتحت فيها السنوات الأخيرة لذلك اللي زامن على الوزارة اللي راهي دارت راح تفتح دفتر شروط جديد إن شاء الله يوفي بكامل إنشغالات الأولياء اللي راهي إحنا وصلناها للوصاية لذلك هذا إحنا لاحظنا حتى إذا تسمح لنا ندخل في ميدا حتى بنسبة الأساتذة اللي راهي يخدموا في المؤسسات الخاصة كاين حتى طريقة توظيف تحها إحنا لاحظنا إنه كاين بزف في بعض المؤسسات باش ما نجمعوش كامل في بعض المؤسسات الخاصة إنه كاين ما يطولوش الأساتذة كاين تغيير بزف في الطاقم هذا يؤثر على التلميذ كذلك أكيد تحصل خاصة في الابتداء للتلميذ الصغير يرتبط بالأستاذ ديالهم كان أستاذ يخدم الشعار يخدم الشعارين لعدة أسباب لأساتذة يتغير إن شاء الله في الدفتر الشروط الجديد ماذا بنا حتى التوظيف يكون في المنصة تعمل التربية كما يوظف في المدارس العمومية يوظف في المدارس الخاصة من الوزارة تبعث له الاحتياجات للمدارسة الخاصة للوزارة ربما ما هي أهم المشاكل التي تصلكم من أولياء التلاميذ شوف الأولياء الجانب اللول هو الجانب الشق المالي هذا بالشق المالي كل المدرسة خاصة عندها حسب المصاريف يعني المصاريف كثيرة كل المدرسة عندها الدير الثامن تحل الثامن مفتوح وكل المدرسة الدير ثامن تحل وإحنا رأينا نلاحظها في سامة الأخيرة رأي في ارتفاع وارتفاع كبير هناك وصايات وزارة التربية أو وزارة التجارة أو الجانب المالي عمتين يكون تابع الوزارة التجارة وزارة تربية تابع الجانب الفيداغوجي كان هذا المشكل هذا كان بزاف الأولياء يجتكون من هذا المشكل المصاريف المادية كان هذا المشكل وكان مشكل هذا تغير بزاف المؤسسات الطربوية وكان هذا كان أمور وما تنساش باللي رئيس المؤسسة يكون نقدر نقوله حتى إذا كان خارج قطعة تربية هو جاء يدير ينفر في مجال التربية والموديل اللي هو يكون بيداغوجي موديل المؤسسة يكون بيداغوجي هذا الموديل نقدر نقوله صراحة ما عندوش صالحية كبيرة قدام رئيس المؤسسة إذا طالوا أول من أنه يغير يمشي فيها وهذا اللي ستأثر المردود المؤسسة بذاتها سنفصل في هذه النقاط كذلك سي حميد سعدي من بين النقاط المشاكل التي تصلكم أنتم مثلي أولياء التلاميذ أنه ربما حتى في نمطية هذه المدارس الخاصة في البناء هي عبارة عن منازل عبارة عن فيلات نقطة جد هامة ربما أثرناها في الوقت السابق لكن نفصل فيها اليوم أستاذ كمال نوارية عندما نتحدث عن تحويل هذه المنازل إلى مدارس خاصة نعم بالإضافة إلى ما قاله السيد حميد كثير كثير من المدارس الخاصة المؤسسة التعليم الخاصة خرجت عن الإطار التي أنشئت من أجله أو بسببه كالخروج عن البرنامج الرسمي لوزارة التربية وتدريس مناهج خارجية من دول أخرى كما ذكر التوظيف ربما لا 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 وكما ذكرت نمطية البناءات يعني المدرسية التيبولوجي دي كونسيليكشون سكولر هذا 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 هو أصل المشكل لأن لو نشوف المدارس الخاصة في الجزائر وعددها تقريبا خمسمائة مدرسة موزعة على تراب الوطن لا تحترم نمطية البناءات تبقى للقرار الذي سدره في 2020 لحدد هذا يعني حتى الدولة كيتبني مدرسة أو متوسطة أو ثاناوية هذا المرسوم أو هذا القرار قرار وزاري حدد نمطية كل بناء مثلا ناخد مدرسة ابتدائية فيها خمس أنماط تتعلق بكيفية بناء مدرسة بمعنى ما هو عدد الأفواج ما هو عدد التلاميذ ربما يكون عدد متوسط التلاميذ في كل فوج بثلاثين بثلاثين تلميذ ناخد نماطية تعت على الأول ألف ما يجب أن يكون في هذه النماطية لا يجب أن يكون في فيلا لا يجب أن يكون في سكن قبل أن يكون مدرسة قريبة منه معناها يجب أن يكون المدارس بعيدة عن بعض هذه أول حاجة النماطية هي أن تكون مثلا مكتب للمدير في الابتداء مكتب لنائب المدير قاعة أساتيبة قاعة اجتماعات قاعة مساحة للعب مساحة لوجود التلميذ يعني فينا فينا كممور دورة مياه خاصة بالتلميذ وليست تلك التي نعرف في المنازل دقور وإناد دورة مياه خاصة بالمستخدمين بالموظفين إذا كان فيها إطعام هناك شروط تتحدث تحدد نمطية البناء المطعم أو المطبخ الوسائل مساحة يعني وترك مساحة للتوسيع يعني سابقا كان واحد كما قال سي حامد بش يدير مؤسسة هو ربما موش من تربية سكان يدير يعني مؤسسة خاصة ربما بعض الأولياء اللي هما عنده زوجة تخدم وهو يخدم ربما لا يجدوا روضة أطفال فالمدرسة هي تتكفل وربما السعر يختلف من مدرسة المدرسة وربما السعر هنا غير قابل النقاش لأنه مؤسسة تجارية لأن المدرسة الخاصة عندها وزارة تربية التي تابح بيداغوجيا وعندها وزارة التجارة للجانب التجاري دفتر شروط هذا لما سمعنا البارح مجلس الوزارة ناقش هذا لأن سيادة الجزائر في هذا المرسوم يحدد شروط يحدد كيفية فتح مؤسسة في اجتماع الحكومة في اجتماع الحكومة هذا شي جميل النقطة الأولى هي سيادة الجزائر لأن بعض المدرس لا يحطر في السيادة هذه الأمور تأثر على التحصيل العلمي للتلميذ مثلا يعني تحويل غرفة منزل إلى قسم مدرسي وكذلك تأثر حتى على الأستاذ ككل أكيد تؤثر على لما ما توفر المساحة للتهوية يعني كما نرى ببعض الأستيد يدوني قري في جاراج بمستودع لا شرط النظافة ولا شرط الإضاءة ولا شرط التهوية ولا شرط أي غير متوفرة هذا بالنسبة لدرس وحصوصي طبعا الفيلات أيضا لا تتوفر على دورة المياه لا مساحة للتنفس لا تهوية لا إضاءة لا سبورة لا إقالة حتى مقاعدة لا إقالة لا إكتذار ربما يصل عدد تلميذ إلى عدد كبير هنا مشكلتنا في المدرس الخاصة ربما تلميذ وزارة التربية تقول مثلا تحدد شرط تسجيل تلميذ أو تحويل تلميذ المدرس الخاصة ممكن أنت وزارة التربية في المدارس العمومية تلميذ زايد في 2020 ممكن تسجل في مدرسة خاصة وممكن في مدرسة عمومية لا تسجل لأن هناك شرط هذه شرط يجب تطبق في كلا الحالتين يعني المرسوم هذا الذي سيخرج هو يحسن التعليم سيجعل تكامل ما بين المدارس الخاصة والمدارس العمومية طبعا جديدة تقنية وبداغوجية لهذه المدارس وبالتالي نحن في المدارس العمومية نطبق المرسوم أو القانون التوجيه 0204 لحدد الذي نسمى دستور التربية لحدد هذه النقاط بينما في مدارس خاصة ربما تلميذ كما قلت أنت لا تستطيع تسجله في مدرسة عمومية لكن في مدرسة خاصة يسجله ربما تلميذ مطروض في مؤسسة عمومية يسجل في مدرسة كل يعني بناء على هذا المعطية من أجل تحسين تعليم في المؤسس التعليمية الخاصة يعني كل هذا النقاط نعم نحن من أجل تأطير خاصة تأطير هذا كل العمل الفعل الإداري والتربوي بالنسبة للمدرسة الخاصة هذه نحن لدينا شكوية كان بعض دائما نقول بعض كان نعم كان بعض مدرسة خاصة حتى إذا كان الولي جاء يسمى إيري كرامي على وليده في بعض الأمور في آخر الفصل يقول أنه أدو لدي وليدك ورح كان كان قوانين تصير هذا الأمور حتى إذا كان مدرسة خاصة لا تصير كما تحب كان قوانين تعدو للجزائرية والسيادة إنما في هذا دفتر شروط الجدي يركز على هذه النقاط يحتوي بها خطر كاين وإن حتى في المدرسة خاصة كاين ما تتجاوز لذلك لدينا شكوية وإن كان مدرأ التربية الحق حنوين شفنا معهم في هذه القضايا كان فصلوا في هذه الأمور رابطوهم مخاطر كاين دفتر شروط اللي كان يمشي بعض القضايا كاين مما كان هاد المرة بإن الله يكون فيها كنولوا النبطية تعال أقسام كاين أقسام الصغيرة كدير فيلا ترح تشوف المدارس مدارس كتشوف الحجرة تشوف ها من ضوية فيها نوافذ كبيرة وواسعة هذا يقام هذا هذا بالنسبة المدارس العمومية كيف تلقى الحجرة صغيرة لذلك ضكة من المفروض في الدفتر شروط تبني مؤسسة تبنيها مؤسسة كاين مدارس خاصة اللي يبني مؤسسة تفرح ترميذ إذا ما عنده ساحة ما عنده أو خرج من دارهم تخل دارهم ما بقى دائما الداخل محيط واحد لم يتغير هو في المؤسسة التربوية كان فينا كان نذكر كان سنوار يهدر وش يكونوا في مؤسسة التربوية تقدر كي يجو في مؤسسة التربوية كي يجو لجن تفتيش باش تشوف تسيب هذه الحجرات كاملة بسح من بعد نحن نطلب بالمتابعة من بعد أنه هذه الحجرة اللي كانت حجرة حجرة تحول من بعد تحول للا قسم لازم تكون متابعة باش يبقى كل الحاجة كما يقول دفتر شروط هذه هي طيب هل يمكن أن نقول بناء على كل هذه الإجراءات يمكن أن نقول أنه هي بداية لنهاية بعض الفوضى وبعض تسيب في بعض المدارس الخاصة أكيد هو هي هذا المرسوم راح تم إعداده من طرف هيئات عديدة يعني ليست وزارة تربية معنية فقط وزارة التجارة وزارة الصحة يعني كلهم عندهم علاقة بالتربية بأجل تصحيح العديد الإختلالات والخروقات لتسجيلها في السابق ذكر أخي بخروقات مثلا تلميذ لما يحب يوقفوا عن الدراسة يوقفوا معنى ما عنده عقد ودرك الدفتر الجديد هذا أول حاجة هو تعاقد العقد ما بين الأولياء أو التلاميذ ما يديرون كما يصار في 2019 في زمن القورونا لما توقفت الدراسة التي تتذكر في مارس المدارس الخاصة طالبت الأولياء بتزديد أشهر مارس أفريل سنة الدراسية هل تحسبها من سبتمبر إلى نهاية جواء بينما الأولياء راهم يطالبهم بيباشي خلص جواء وجويلية حتى العطلة العطلة الصيفية حقوق المصاريف من تكلمش حقوق تسجيل تصل إلى 30 ألف دينار في الدخول المدرسي الآن لازم الشرط هي تتعلق بلغة التدريس لغة العربية تعاقد كنقول تعاقد عقد ما بين الأولياء والتلاميذ شرط التوظيف كنقول شرط التوظيف الأستاذ اللي راح توظفه وزارة التربية وزارة التربية هي نفس شرط تحت توظيف المدير مدير مؤسسة ما لازمش يكون أستاذ لازم يكون مدير مثلا متعاقد متقاعد الشرط الآخر وهو التدريس تدريس البرنامج وزارة التربية لا غير باللغة العربية وبعد اللغات الأجنبية إذا كنت تحب تزيد النشاط لازم يجي ترخيص من وزارة التربية نشاط نقوله ترفيه ولا ثقافي ولا خارج لبرنامج تكلموا على الكثير من الشرط التي راح يحددها هذا الدفتر الجديد باش ما تكون عنده نوع من السلطة وين يحب يبطل أستاذ كي أستاذ اللغان ما يعجبوش ممكن يوقف في نوفمبر الآن يجب أن يكون عنده عقد توظيف من بداية نهاية سنة طبعا هناك شروط داخلية خاصة بالمدرسة وشروط التي تتعلق بالمنهاج الذي تدرسه مثلا وزارة التربية إذن الهدف هو تحسين ظروف تمدرس التلابيت في المدارس الخاصة هنا أنا نقول لبرك على الأساتذة باش ماذا دفع غير لأ حتى الأساتذة في المدارس الخاصة لم يحش رحو بالإراءة أستاذ لماذا أنه ما عندوش ما عندوش ما عندوش ما عندوش لزان تيري كما يكاين في الأستاذ الذي يكون في الببريك في المدرسة العمومية ما عندوش ما ينتعفش من خدمات ما يقدرش يدير أمبري بونكار ما يقدر يدير وليس ما عندو جست لبيت أو جرائح هنا هذا حافظ أنه الأستاذ غير يحش في المدرسة الخاصة غير بتح الوزارة يروح لذلك هنا حتى الوزارة لازم ندخل في هذا الدفتر الشروط أنه الأستاذ في المدرسة الخاصة أو لا في المدرسة عمومية لازم يكون كيف كيف هذا عندو الواجبات كما عندو الواجبات كما عندو ليدهم الحقوق والواجبات الحقوق والواجبات تكون متساوية في البيبلي كيف كيف هذه حافظ الأستاذ يكون عندو عام القار يجع عندنا 80 ألف يسمى في المدرسة الخاصة هذا عدد كبير أثر نقطة كذلك أهم الأستاذ كمال أنه حتى ربما تلقيته شكاوي من أولياء التلاميذ يقولك أنه بعض المدارس الخاصة تلزمنا بيدفع المصاريف خلال عطلة الصيف جوينية وأوت مع العلم أنه ما فيش تدريس وتلاميذ يكونوا في المنازم في العطلة هنا هذه هي لازم تكون هنا في تعامل أمر تتسير هذا أمر تتسير حتى هذا ما يرى يسير ونحن لا نرى الأمور من جانب أن نربح هذا هو هنا كانت تسير حتى هنا كأولية كان هذا المسير يرح هو في مكان آخر ويطلبه منه درا مكدا ما يعجبه لحل هذه هي لذلك هناك أمر تسير يخفض في التعمل من هذه العطلة يقوله أن تخلص تنسو شهر هنا لازم تكون تنسو بلاس على البال لديك أساتي تخلص ومكدا لا تبقى تربح كل شي وحد يخسر كل شي لذلك لازم يكون عادة النظر في العالم عادة النظر في هذه وزارة التجارة وزارة التربية عند هذه الشكوية كم وزارة تتدخل في الصلاحية هنا يدرسون هذه الإشكالية التي طرحناها للوصاية طرحناها للوصاية تشيل الإداري والتربوي للمؤسسة للمراقبة لا نقول مراقبة يومية ولكن مراقبة فوجائية دوريات تحدد لنشوف هذه المؤسسات والذي نركز عليها والتمويل تمويل لا يجب أن تكون تمويل خارجي وليس تأمين تلامير وليس تأمين الأساتذة تأمين الموظفين هذه كلها شروط جديدة تتعلق باللغر برك هنا حاجة وهي أن المدارس التي ستبنت وفق شروط سابقة أنا من رأيي أننا نمنح لها الاعتماد بشر أننا نعطلها مهل لتحسين أو إعادة النظر في نمطية البناءات لأنهم بناء وخسروا ملايير في بناء هذه المدارس شكرا جزيلا لكل أستاذ كمان نواري نصف دقيقة نصف ثمية أقل برك ماذا بنا يخرج في أقرب الأجل باش في أقرب الأجل كان لكرا وكان شكرا جزيلا لك كمان نواري المختص في شأن تربوي شكرا كذلك حميد سعدي رئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ شكرا جزيلا لكم ختم برنامج تحية الحصوى الخليص لكم والسلام عليكم